أهلا وسهلا فيك رفقاتنا لهذا الفيديو الجديد من فيديوهات قناة تقنية عربية بهذا الفيديو أصدقائي رح نتحدث عن أهم الخطوات لتسريع ويندوز عشرة كثير في فيديوهات على الانترنت بتتحدث عن تسريع ويندوز عشرة خمس خطوات لتسريع ويندوز عشرة ثلاث خطوات لتسريع ويندوز عشرة بس لحنا صراحة عنا ثلاثة وعشرين خطوة لتسريع ويندوز عشرة نعم أصدقائي في خطوات أول مرة رح تسمع فيها بهذا الفيديو لذلك تابعنا للنهاية ولا تنسى ما تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس وتعطيني لايك على الفيديو أصدقائي قبل ما بل الشرح بحب نوه لملاحظة مهمة جدا إذا كان عندك مشاكل بالقرص الصلب إذا كان مهترق أو فيه باد سيكتور وإذا كان عندك مشاكل بحرارة الجهاز وعب ترتفع حرارة المعالج أو كرت الشاشة فكل هالخطوات اللي هلأ رح أشرحها ما رح تفيدك بشي لذلك من الضروري جدا أنك تشيك على حرارة الجهاز وتتأكد من أنه معجونة المعالج سليمة وكذلك الأمر تتأكد أنه الهارد ديسك عندك نوعا ما جديد أو ما فيه أي إشكالات وإذا بتركب SSD بيكون كتير منيح وبيعطيك سرعة عالية للجهاز وهلأ منبلش بالخطوات أول خطوة أصدقائي بنتقل عند قائمة إبداء ومن ثم لعند الإعدادات داخل الإعدادات في عندي خطوات كتير رح تطبقها نفس العملية بتساويها كل مرة قائمة إبداء الإعدادات بدخل على الإعدادات داخل الإعدادات في عندي النظام السيستيم بداخلها في عندي الإشعارات والإجراءات النوتيفيكيشن ومن هذا المكان بتعطل جميع الإشعارات طبعا فيه ملاحظة مهمة جدا أنه هاي الإشعارات تتضمن الواتس أب لسكايبي وما إلى هناك من برامج التواصل الاجتماعي ممكن في بعض البرامج بتهمك بالتالي بترجع بتفعلها وبتعطل الباقي وبتخلي مثلا الواتس أب الموضوع راجع إليك أنا بالنسبة إلي رح أعطي للجميع الخطوة الثانية اللي عندي إهلة تسريع ويندوز عشرة الدخول إلى النظام ومن ثم الطاقة والسكون البور بهذا المكان في عندي إعدادات الطاقة الإضافية بضغط عليها وعندي بهذا المكان اختيار ما يفعله زر الطاقة أو ما تفعله أزرار الطاقة كذلك الأمر بضغط عليه بهذا المكان في عندي بدء التشغيل السريع منلاحظ أنه هي باللون الرمادي منضغط على هاي العبارة تغيير الإعدادات غير المتوفر أو غير متوفر حاليا منلاحظ أنه تفعلت عندي وبهذا المكان بحط عليها إشارة صح وبعمل حفظ أما الخطوة الثالثة الانتقال إلى مساحة التخزين طبعا هذا الشيء كلياته ضمن النظام بنتقل عند مساحة التخزين وبفعل هذا الخيار هو عادة بيكون بحالة إيقاف وبفعله بحالة تشغيل طبعا تفعيل هذا الخيار يؤدي إلى التخلص من الملفات غير الضرورية مثل الملفات المؤقتة والمحتوى الموجود في سلية المحذوفات يعني من تلقاء نفسه القرص رح ينظيف حاله الخطوة اللي بعدل منها ضمن الإعدادات ضمن النظام السيستيم عندي عبارة حول داخل عبارة حول الأباوت في عندي حماية النظام بضغط عليها بهذا المكان عادة القرص سي بيكون عب يعمل نسخة احتياطية من تلقاء نفسه بتعلم عليه ومن ثم بتنتقل عند تكوين وبهذا المكان بتضغط على إيقاف تشغيل حماية النظام هذا الشيء رح يوفر عندك مساحة على القرص الصلب بشكل عام بعد ما أوقفت تشغيل حماية النظام تضغط موافق ومن ثم موافق الخطوة اللي بعدل منها كذلك الأمر ما زلنا في النظام ومن ثم حول ومن ثم إعدادات النظام المتقدمة بتلاقيها بهذا المكان Advanced System Setting بنتين اللي عند الأداء ومن ثم الإعدادات بهذا المكان في عندي التأثيرات المرئية اللي هي Visual Effects بنتين اللي عند الضبط للحصول على أفضل أداء Adjust Performance بمجرد وضع الصح بهذا المكان رح يزيل جميع إشارات الصح الموجودة هنا طبعاً في عندي خيار واحد إذا بتحب تخليه فعال هو حدود متجانسة للخطوط على الشاشة وبضغط تطبيق ومثل ما نلاحظين رح يتغير شكل الويندوز نوعاً ما رح نلاحظ أنه رح يصير ما في عنه إفكت كتير ضمن الواجهات للويندوز بالتالي رح يصير الويندوز شوي بشع بالنسبة لبعض الناس ولكن هذا الشيء يعطيك أداء عالي للجهاز وفي عندي خيار إضافي ظهار الصور المصغرة بدلاً من الإيقونات هذا الخيار بهمني صراحةً لأشوف الصور المصغرة وأعرف شو داخلها بدلاً ما أفتح الصورة كلياً هذا الخيار رح فعله كذلك الأمر وبعد ما انتهيت بضغاط موافق الخطوة اللي بعدل منها لساعتنا ضمن تبويب About تحاول ضمن النظام ومن ثم مننتقل عند إعدادات النظام المتقدمة مرة تانية ومن ثم مننتقل عند الأداء مننتقل عند الإعدادات ومن ثم مننتقل عند خيارات متقدمة داخل خيارات متقدمة في عندي شيء اسمه الذاكرة الظاهرية بداخلها في عبارة تغيير Change بهذا المكان عادة إشارة الصح بتكون عند إدارة حجم ملف ترحيل الصفحات لكافة محركات الأقراص تلقائياً أنا صراحة بحب حدد هذا الرقم بشكل يدوي بشيل إشارة الصح من هذا المكان وبضغط على حجم مخصص وبكتب بهذا المكان رقم أكبر من حجم الرامات الأساسي فمثلاً إذا كان عندي 8 جيجا بوضع بهذا المكان 16 جيجا طبعاً نفس الكلام بالنسبة للحد الأقصى للحجم وبضغط تعيين طبعاً بهذه العملية رح يتاخد جزء من حجم الهارد لا تنسى هذا شيء نفس العملية إذا تحب تكررها على D وعلى E لا تحب تكررها على C فقط كافي هذا الموضوع وبنضغط موافق وبنضغط تطبيق وبنرجع هلأ للقائمة الرئيسية للإعدادات اللي دخلنا أساساً عليها عن طريق قائمة إبدأ وهلأ مننتقل عند إطفاء طابع شخصي داخل تبويب إطفاء طابع شخصي في عندي الألوان الـ Color ننتقل عندها وبنزل لتحت شوي وتأثير الشفافية بوضعه بحالة الـ Disable التعطيل هذا الشيء بخفف ضغط عن الرامات وهلأ مننتقل عند خطوة جديدة من خطوات تسريع Windows 10 بدخل على التطبيقات وهون في عندي عدة تطبيقات من التطبيقات اللي أنا مثبتة ومن التطبيقات اللي بتيجي من أساس الـ Windows ومن التطبيقات اللي بتيجي من أساس الـ Windows واللي ممكن أنا ما أستخدمها الـ OneDrive الـ Xbox الـ Spotify هدول الشغلات أنا ما أستخدمهم بس ممكن أنت تستخدمهم بالتالي لا تحدفهم لذلك هلأ رح ندور عليهم سواء إذا موجودين رح أحدفهم أنا بالنسبة لي فمثلاً الـ Microsoft OneDrive منلاحظ أنه أخذ 285 ميجا وفعلياً هو شغال بالخلفية بعمله إلغاء تثبيت إلغاء تثبيت مثلاً عندي الـ Skype أنا من زمان ما عاد استخدمت هذا التطبيق بشكل عام وانتقلت للـ WhatsApp وكتير من مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى كذلك الأمر بعمله إلغاء تثبيت من الأشياء التي لا يستخدمها كذلك الأمر هو الـ Xbox Game Bar والـ Xbox Live هدول الشغلات كذلك الأمر فيك تعمل لهم إلغاء تثبيت وضمن تبويب التطبيقات في عندي أمر مهم جداً اللي هو يبدأ التشغيل بهذا المكان رح تلاحظ جميع التطبيقات اللي بتشتغل بمجرد الوصول لسطح المكتب في عندي عدة تطبيقات أنا مع الطلق وفي عندي عدة تطبيقات ما زلت تاركها في حالة تشغيل طبعاً هناك أحد التطبيقات اللي هو الموضوع الخاص بالأدوبي أنا ما بشتغل عليه وفي عندي كثير من التطبيقات أنا مع الطلق مثل AnyDisk ما بشتغل عليه يعني ما بحبه يأقلع أول ما يشتغل الجهاز عندي برنامج تسجيل سطح المكتب كذلك الأمر ما ليشغل فيه إنه يشتغل لما يشتغل الجهاز وكثير من التطبيقات الـ Download Manager يهمني كثير إنه يأقلع بمجرد إقلاع الجهاز وكذلك الأمر عندي Power Iso عندي كثير مهم موضوع Windows Security إنه يأقلع بمجرد الوصول لسطح المكتب هذا مضاد الفيروسات الخاص بWindows 10 وباقي التطبيقات ما ليشغل فيها تأقلع بمجرد الوصول لسطح المكتب طبعاً هذا الشي فيك تحدد التطبيقات اللي بدكي هتأقلع أو لا بشكل عام وطبعاً في ملاحظة مهمة جداً لتعطيل التطبيقات اللي بتأقلع بمجرد الوصول لسطح المكتب فيك توصل لهذا الخيار عن طريق الضغط بزر يميني بشريط المهام تحت ومن ثم مدير المهام وبهذا المكان من لاحظ إنه في عندي تبويب فوق اسمه بدء التشغيل كمان من هذا المكان فيك تضغط زر يميني على الأداة اللي بدك تعطلها وتعملها تمكين أو تعطيل نفس الخيارات تماماً الموجودة بهذا المكان ومنرجع لصفحة الإعدادات الرئيسية ومندخل على تبويب جديد لتسريع ويندوز 10 ألا وهو الألعاب داخل هذا التبويب عطل كل شيء أنا عادة باستخدم برامج خارجية لتسجيل سطح المكتب والبرنامج الأساسي لمن ضمن ويندوز 10 صراحة فاشل وما له كثير زابط لأن يسجل عن طريقه سطح المكتب أو سجيل الألعاب نفس الشيء بالنسبة لللقطات كذلك الأمر فيك تعطيل كل شيء بداخلها عندك تبويب وضع الألعاب فقط هذا خليه بحالة تشغيل بالتالي هو بسرع لك النظام نوعاً ما لتشغيل الألعاب ومنرجع لصفحة الإعدادات الرئيسية ومننتقل عن تبويب جديد اللي هو الخصوصية داخل تبويب الخصوصية بعدما انتقلت لعند تبويب التطبيقات بالخلفية سألاحظ أنه في عندي تطبيقات كثير شغالة وهي التطبيقات ستستهلك من الرامات ومن المعالج بإمكانك تعطلهم بشكل كامل من هذا المكان أو تعطل بعض الأشياء بشكل جزئي فمثلاً عندي الكورتانا أنا ما بستخدمه بعطله عندي الأوفيس 365 ما بستخدمه المايكروسوفت ستور متجر ستور الخاص بمايكروسوفت ما بستخدمه وهكذا إلى ما انتهي من جميع التطبيقات هذا الشيء بيرجع إليك أنا بالنسبة لي مثلاً واتس أب ما بشتخدمه بالخلفية ولا للتويتر ولا التليجرام فقط بفتحه براسل الناس بخلص وبسكره تمام هاي التطبيقات طول ما انه شغالة بالخلفية ستستهلك من الرامات ومن الأمور المهمة لتسريع ويندوز 10 وبتأكد عليه شركة مايكروسوفت ضمن موقعها موضوع التحديث والأمان كذلك الأمر موجود بقائمة الإعدادات بعد ما دخلنا عليه منلاحظ فيه عبارة التحقق من وجود التحديثات فيك تضغطها بشكل يدوي أو الويندوز من تلقاء نفسه رح يحدث بشكل دوري ومن أحد خطوات تسريع ويندوز 10 ضمن قائمة ابدأ فيه عندي عدة ويجد أنا صراحة حاذفها ولكن مثال مثلاً نضغط زر يميني على أحد الوجت اللي هي بتكون عادة الطقص والتاريخ وما إلى هناك وبتقول له إزالة التثبيت من شاشة البدء هذا الشي رح يزيد سرعة فتح قائمة إبداء بشكل عام وكذلك الأمر في عندي الكورتانا هون أنا عادة ما بستخدمه زر يميني على شريط المهام ومن ثم إظهار زر كورتانا بزيل من عليه إشارة الصح بالتالي بتختفي من هاد المكان وهلأ بنتقل عند عدة أوامر بدي أكتبهم ضمن خانة الرن كيف يمكنني وصل لها لهذه النافذة أو هذه الخانة عن طريق الويندوز وار ويندوز وار بيطالع لي الأمر تشغيل أو الرن أول تعليمة رح أكتبها هي msconfig بعدما كتبتها بضغط موافق أو enter بنتقل عن تبويب البوت ومن ثم advance option هذا الخيار عادة بيكون بدون إشارة الصح فعل عليه إشارة الصح وبختار عدد الأنوية الافتراضية الموجودة بالكامل 4 أو 8 على حسب شو موجود عندك بعدما انتهيت بضغط موافق ومن ثم موافق بيتطلب منك إعادة التشغيل بتعمل إعادة تشغيل ومنرجع للأمر الرن عن طريق الويندوز وار مثل ما ذكرنا سابقا ومنكتب فيها التعليمة t-e-m-p ومنضغط enter داخل التيم في عندي مخلفات النظام بعمل ctrl-a يعني منعلم على الجميع ومن ثم منضغط زر delete بعدما منعطي أمر الحذف بنعمل موافق نعم نوضع إشارة صح تنفيذ هذا الإجراء لكافة العناصر ومنضغط متابعة طبعا في بعض الأمور ما رح تنحذف معك تنفيذ هذا الإجراء لكافة العناصر الحالية وبتضغط تخطي ومنرجع للأمر رن وهالمرة رح نضغط بقلبه 100% ومن ثم team ومن ثم 100% بهذا الشكل ومنضغط موافق كذلك الأمر رح ينقلني لمجلد جديد من مجلدات التيم control all يعني جميع ومن ثم delete حذف منوافق على الحذف وفي حال عطاك يتعذر إكمال هذا الإجراء بتقوله تنفيذ هذا الإجراء لكافة العناصر وتخطي ومنرجع لعندنا فتر وهالمرة رح نكتب التعليم prefetch ومنضغط enter لو عطاني رسالة ليس لديك الإذن بالوصول منقله متابعة كذلك الأمر منختار control all الجميع ومن ثم حذف هل تريد حذف جميع العناصر نعم بعض العناصر قد ما تنحذف معك كذلك الأمر تنفيذ هذا الإجراء لكافة العناصر ومنقله تخطي وعندي آخر تعليمة ضمن الأمر رن وهي recent بعد ما كتبتها بضغط enter كذلك الأمر بختار control a الجميع ومن ثم delete وهلأ يا شباب بنتقل لداخل جهاز الكمبيوتر لأنه في عندي عدة أمور بدي تطبقها على الأقراص الصلبة ومن أهم الأقراص اللي بفيدني بتسريع Windows 10 هو قرص النظام القراص C بضغط عليه زر يميني ومن ثم خصائص ضمن التبويب عام في عندي تنظيف القرص clean up بضغط عليها بيعطيني جميع هدول الخيارات بضغط عليهم إشارات صح وبعلم كلهم لا تخاف ما حينحذف عندك شيء من الملفات الأساسية للنظام أو من ملفاتك الشخصية باختار موافق ومن ثم يبدأ بحذف الملفات من تلقاء نفسه ومن ضمن نفس التبويب عام كذلك الأمر برجع لعند تنظيف القرص ومن ثم بنتقل عن تنظيف ملفات النظام بهذا التبويب ستطلع لخيارات إضافية منلاحظ أنه طلعت لعدة خيارات ومن بيناتها تنظيف Windows الضيط طبعا أكيد بحط إشارات صح على الجميع ومن ثم بضغط موافق تمام يا شباب إذا ما ننسى أنه نوضع إشارات الصح على جميع الخيارات تمام ومن ثم بضغط موافق ومن ثم موافق طبعا هلأ رح يبلش تنظيف أعمق من التنظيف السابق حذف الملفات طبعا وبيبدأ تنظيف وبرجع بأكد أنه ما حيحذف لك أي ملفات خاصة فيك ومن ضمن الأدوات لتسريع ويندوز عشر عندي الأدات التالية زر يميني على القرص ومن ثم خصائص وهلأ بنتقل عند الأدوات داخل تبويب الأدوات في عندي أمر اسمه التدقيق ومن ثم بختار فحص محرك الأقراص هاي الأدات كتير مفيدة للهاردات الميكانيكية أو الأقراص الميكانيكية بتصلح الأخطاء الموجودة فيها وبنفس التبويب عندي خطوة مهمة جدا لتسريع الويندوز ألا وهي تحسين محرك الأقراص بدخل على عبارة تحسين بهذا المكان أصدقائي من الضروري جدا تشغيل موعد تلقائي لتحسين الأقراص بعمل تغيير الإعدادات ومن هذا المكان بختار شهريا طبعا بشكل شهري جيد جدا لتحسين الأقراص بشكل عام طبعا شو هي محركات الأقراص اللي بدك تحسين أنا بختار جميع الأقراص عندي على القراص الصلب وبعد ما حددت الجدولة بشكل شهري يعمل هذا الموضوع من تلقاء نفسه فيني يحسين القراص عن طريق عبارة تحسين وفيك تطبع عبارة التحسين على بقية الأقراص اللي موجودة عندك وهلأ وصلنا للخطوة الأخيرة بتسريع ويندوز 11 الخطوة رقم 23 ويلي هي الدخول إلى مضاد الفيروسات الخاص بويندوز 10 ننتقل عند الحماية من أنشطة الفيروسات وبهذا المكان بتعمل فحص سريع هاي توصية من شركة مايكروسوفت على صفحتها الرئيسية لتسريع ويندوز 10 لازم تعمل فحص للفيروسات بشكل دوري لجهاز الكمبيوتر يلي عندك وهيك يا شباب نوصل لنهاية هذا الفيديو استعرضنا 23 خطوة لتسريع ويندوز 10 أنا واثق إذا كانت حرارة المعالج عندك جيدة جدا وإذا كان القرص الميكانيكي ممتاز وجديد أو مركب SSD أكيد رح توصل للسرعة أكثر من رائعة بويندوز 10 شكرا لمتابعتكن أصدقائي وإلى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة تقنية عربية